على أنقاض نحو ثلاثة أشهر من الحرب المستمرة في أوكرانيا تخطط دول أوروبية لوضع خطة عادة عمار أوكرانيا في خطوة قد يشهدها العالم لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية القصف الروسي لم يستثن المستشفيات والمباني السكنية والمسارح والمدارس ومكاتب البريد وغيرها وخصوصا في شمال غربي كييف قدر حجم الأضرار المباشرة من الغزو الروسي لأوكرانيا بنحو 92 مليار دولار أما تكلفة التنمية والاستثمار وإعادة البنية التحتية فقدرت بين 500 ل600 مليار دولار تكلفة باهظة يستعد حلفاء أوكرانيا لتحملها في وقت ينفقون نحو 5 مليار دولار شهريا لتوفير الأسلحة والمساعدات الإنسانية والاقتصادية وفقا لصحيفة الفاينانشل تايمز الأولويات بحسب وزير المالية الأوكراني تتمثل في تصريح الجسور والنوافذ وإعادة خدمات الكهرباء والمياه للمدن إضافة إلى إصلاح ومكافحة الفساد وتفعيل حكم القانون إذن نتحدث هنا مشاهدين عن خطة أوروبية طموحة لكن المسؤولين في بعض دول الاتحاد حذروا من أنها ستكون مكلفة ومعقدة ولا تقتصر على إعادة البناء بل تأسيس الاقتصاد المتهالكي أيضا قالت السلطات الأوكرانية اليوم إن القوات الروسية أطلقت ثمانية عشر صاروخا على مناطق ساكنية في زابروتيا وأوبلاست مما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين وتضرر نحو ستين منزلا يأتي ذلك مع تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش يفيد بأن القوات الروسية استخدمت ستة أنواع على الأقل من الذخائر العنقودية خلال قصفها على أوكرانيا ما تسبب بسقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضرارا كبيرة بالمنازل والمستشفيات والمدارس لماذا تصر روسيا على استهداف المواقع المدنية وكيف سيترجم المجتمع الدولي انتقاداته المتكررة لروسيا على أرض الواقع صحب الدخان ما زالت تتصاعد من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريو بول بينما تواصل القوات الروسية هجومها عليه بعد أن سيطرت على باقي المدينة حسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون ويؤكد مسؤول محلي أوكراني وجود مئة مدني على الأقل داخل المصنع بينما تقول القوات الانفصالية إن لجميع المدنيين تم إجلاؤهم في غضون ذلك نشرت القوات الأوكرانية صورا لمركبات عسكرية روسية محترقة وجسر مدمر قرب نهر سيفريسكي دونتس حسب ما أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى حققت القوات الأوكرانية تقدما بعدما شنت هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف حيث استعادت عدة بلدات وقرى باتجاه الحدود الروسية حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية التي أشارت إلى تقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد القوات انتشارها بعد تعويض الخسائر التي لاحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفريسكي دونتس القوات الأوكرانية نجحت أيضا في صد تسع هجمات روسية في دونباس حسب ما أفاد مراسل الحرة مشيرا لإعلان عملية القوات المشتركة الأوكرانية تدمير ثماني لبابات روسية وست وحدات من المدرعات القتالية وخمس مركبات أخرى وسلاح مضاد للطائرات وفي الأثناء أعلنت منظمة هيومن رايس ووتش أن القوات الروسية استخدمت ستة أنواع على الأقل من الذخائر العنقودية في أوكرانيا ما تسبب في سقوط مئات ضحايا المدنيين وإلحق أضرار بالبنى التحتية تقرير المنظمة أفاد بعدم معرفة العدد الدقيق لهجمات الذخائر العنقودية الروسية لكنه أكل الإبلاغ عن المئات من تلك الهجمات منذ بداية الغزو للحديث معنا مشاهدين من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندري أولسكي سيد أندري أهلا بك مع تأكيد على رفض هذه الحرب لماذا تصر موسكو على قصف واستهداف المرافق المدنية؟ وهناك صور ومقاطع فيديو كثيرة لاستهداف مستشفيات ومكتبات ومسارح ومدارس وغيرها ما الغرض من ذلك؟ مساء الخير مساء النور منذ بداية العملية الأسكارية الخاصة في أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة أنه لا تدرب أن القوات الرسية لا تدرب إلا على الأغداف الأسكارية ولا تصيب إلا البنية التحتية الأسكارية للجيش الأوكراني أما الهكايات والقصص الخيالية حول إصابة الأغداف المدنية في أوكرانيا سمعناها أكثر من مرة نحن رأيناها وسمعناها لم نسمعها فقط سيد أندريه هذه موثقة وموجودة السؤال إذا تقول بأن وزارة الدفاع الروسية تقول بأنها لم تستهدف أو لم تستهدف مثل هذه المرافق من استهدفها إذن؟ ما هي الرواية الروسية؟ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الطرف الأوكراني يأخذ حرباً إعلامية مكسفة ضد روسيا ومن هنا غازه القصص المواغمة حول استخدام الطرف الروسي لزخائر العنقودية مثلا أو التصرفات الوحشية للأسكرية الروسية القصص المواغمة لاتغام الطرف الروسي مرة أخرى سيد أندريه فقط حتى لا نفقد الوقت مع حضرتك وأنا أريد أن نستفيد من وجودك معنا في هذا البرنامج تقول حضرتك بأنها قصص ملغمة هي من نسج الخيال ولكن هناك صور وهناك مقاطع وهناك مسؤولون أمميون كثر رهبوا بالفعل إلى داخل أوكرانيا ورأوا وشاهدوا ما حصل ومستوى الدمار وهذا لا يمكن الحديث الآن عن قصص ذكرت حضرتك مسألة استخدام الأسلحة العنقودية هذا لم تقوله أوكرانيا هيكاية خيالية وإنما قالت منظمة هيومن رايس ووتش قالت بأن هناك نحو ستة أنواع من هذه الأسلحة تم استخدامها من قبل روسيا هذا ما يشبه الخوزات البيضاء في سوريا المصرحية مع مشاركة الخوزات البيضاء في سوريا من السهل تشكيك بكل ما تقوله هذه المنظمات ولكن هناك على أرض الواقع شهود عيان هناك ناس يموتون بالفعل سيد أندريب من السهل جدا أن نقول هذا يكذب وهذا غير صادق وهذا يعني ممول من جهات خارجية ولكن هناك تقارير وهناك صور لذلك أنا أسألك عن هذه التقارير الموجودة هل الجواب الروسي سيكون بأنها من نسج الخيال ولا واقع لكل هذه الاستهدافات من قبل الجانب الروسي الطرف الأوكراني يقدم تقارير كاذبة لأرائل عمد دولي ستخسروا وتتخمّل الخسائر تتكبّد بالخسائر الجاسيمة وكية ستخسر المعركة وللخيلولة دون خدوس الجزيمة هم يختارون هذه الحكايات الخيالية حول استخدام روسيا للأصاليب غير المشروعة لخوض الحرب لإستخدام الزخائر الممنوع وغيرها الآن سيختارون يوم الغد استخدام روسيا للأسلقاء الكميائية والأسلقاء البيولوجية وغيرها هذا خرب سيكولوجيا خرب شكرا جزيلا سيد أندري أولسكي على هذه المشاركة ضيفي من موسكو هذه وجهة النظر صارت واضحة شكرا جزيلا لك أتابع هذا النقاش مع ضيفي من كييف كرافاتشوك ييفينيا عضو في البرلمان الأوكراني أرحب بكم بهذه المشاركة ربما استمعتم إلى سيدة ييفينيا استمعت إلى ما قاله ضيفي قبل قليل من موسكو يعني هناك تكذيب بشكل عام للروايات التي ليس فقط يتحدث عنها الجانب الأوكراني وإنما أيضا منظمات دولية مثل Human Rights Watch أريد أن أستمع لتعليق منك بداية هذه الأسئلة تطرح وتطرح مرة بعد مرة الواضح أن ضيفك يكذب وهو يدفع من قبل الكريملين لنشر هذه للبروباغاندا لمن يستمع إليها ولكن لا أحد يصدق والحقيقة هي أنه فقط في منطقة كييف في الكرة الصغيرة التي احتلها الروس رأينا 1200 جثة تعرضت للتعذيب أطلق النار في رأس الأفراد النساء تم اقتصابهم الأطفال قتلوا كل يوم نوثق ما حصل على يد القوات الروس ومقتل الأطفال وجرحهم في هذه الحرب ومنذ بداية الاشتياح الشامل في الرابع والعشرين من فبراير شباط أصلي أن لا تزداد هذه الأرقام ولكنها ترتفع كل يوم وكل يوم لدينا براهين جديدة عن مقتل الأولاد والصور هي من أسوأ الصور التي رأيتها جسس صغيرة قتلت من جراء الصواريخ والقزائف الروسية في أودسا في الجنوب مدينة مسالمة جميلة سقطت صاروخ على مبنى سكني وقتلت طفلة في شهرها الثالث هي وأمها وجدته القصص كثيرة ومؤثرة حقيقة ما جرى ويجري حتى الآن في أوكرانيا ولكن أريد أن أسألك وأنت كأوكرانية بغض النظر عن أي منصب في الحكومة أو حتى في البرلمان كيف تقرؤون كيف تفسرون استمرارية استهداف هذه المرافق المدنية يعني مدارس ومستشفيات وجسور وشوارع وغيرها كيف تفهمون الطريقة الروسية في خوض هذه الحرب نعم هي محاولة برأيي لإرهاب كل أوكرانيا لنقول نحن سنستسلم ونوقع اتفاقية سلام ونقدم لروسيا نصف البلاد ولكن هذا لن يحصل نحن بدأنا نحرر القرى في منطقة خاركيف وندفع بالقوات الروسية نحو الحدود وفي نهاية المطاف سنحرر كل أراضينا لأننا ندافع عن أراضينا نحن لا نريد إنشا واحدا من الأراضي الروسية نريد فقط أن نعيش بعيدين عن الروس ولو على سطح كوكب آخر هدفنا هو تحرير أراضينا لأن أراضينا تحتلها روسية وترتكب الفظائع وهم يدخلون المنازل يسرقون الأموال المجوهرات أي شيء حتى من المطبخ وهم يرهبون ويعذبون الناس في مناطق خرسون الآن مثلا الروس في هذه اللحظة يعذبون المواطنين يريدون إرهاب كل أوكرانيا أنا مثلا الآن يجدر علي أن أكون في الملجى لأن هناك طائرات أريد أن أعرج على ما ذكرته هيومان رايتس ووش في تقريرها لاستخدام القوات الروسية ستة أنواع من القنابل العنقودية وهي نوع من أنواع القنابل المحرمة دوليا ولكن أيضا هيومان رايتس ووش ذكرت بأن القوات الأوكرانية استخدمت هذه الذخائر العنقودية مرة واحدة على الأقل كيف تعلقين على هذا الاستخدام المتبادل لهذه الأسلحة المحرمة في هذه الحرب نحن لدينا براهين حول استعمال روسيا لزخائر عنقودية في مناطق سكنية مقتزة يجدر أن نعرف ما هي الزخائر العنقودية بمعنى أنها عندما تنفجر تصل شزاياها إلى مناطق كبيرة وتتشتت إلى شزايا صغيرة تطال المواطنين في مناطق أكبر عندما تستعمل بالتالي في الأماكن السكنية وضد المباني وعلى الطرقات فهي تقطر أيضا الكثير من الناس لذلك هي أسلحة محرمة كذلك الصواريخ الفراغية روسية تستعمل هذه الأسلحة ضد المدنيين ضد المناطق المدنية ولكن كما ذكرت بأن هناك منهيوم الرائدسواج تقول بأن أوكرانيا أيضا استخدمت هذا النوع من الأسلحة ولكن الوقت انتهى على كل حال شكرا جزيلا على هذه المشاركة من كييف خرافة جوكا يفينيا العضو في البرلماء الأوكراني شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر